يَا رَبُّ لَكَ النَّعَامَا ذَلْمَنِّ وَذَشَّانِي إِهْدِي النَّاسَ جَمِيعًا لِلنُّورِ الرَّبَّانِي أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى عزاء المشاهدين ومع هذا الحوار الشائق مع الأخ سيدي مختار من الولايات المتحدة الأمريكية ورحلة البحث عن الدين الحق إذن أخي كنت تقول أنه كان لديك الشعور بدافع داخلي يمنعك من الانضمام إلى حركة أمة الإسلام لأنهم يخلقون قصصاً خرافية فيها رواية مختلفة عن الإسلام وقلت أنك لم تتقبلها على الإطلاق لا لم أتقبلها لأنني درست التاريخ في الجامعة وفي النهاية قمت ببحث تاريخي موسع ولم أقرأ في مصادر التاريخ قصة تشبه ذلك وعندما سألت عن المصدر الذي وردت عنه تلك القصة لم يتمكنوا من تزويدي بالمرجع لهذه القصص المختلفة وليس هدفا حسب كان هناك أمر يمنعني من إكمال الطريق مع هذه الحركة وهو العامل الرئيسي الذي منعني من هذا وهو مالكوم إكس لقد كنت مالكوم كيلي أي أتبع تعاليم مالكوم بشكل كبير ذهب مالكوم إلى الحج ولقد كان شاهداً على المسلمين ووحدتهم نعم وحدتهم وعندما عاد إلى الولايات المتحدة بدأ بإنشاء منظمة الوحدة وقال إن باستطاعاته أي أحد دخول الإسلام وهذا ما جذبني إليه فقد بدأ لي هذا مفهوماً وأقرب إلى الحقيقة كنت في ذلك الوقت أتبع توجيهاتي وتعاليمي مالكوم إكس لأنه كان منطقياً أكثر نعم هذا صحيح سبحان الله إذن ماذا حدث بعد ذلك حتى يدفعك إلى الأمام لكي تتعلم الإسلام أكثر ما حدث بعد ذلك هو أنني انضممت إلى منظمة تدعى هيئة السلام وذهبت إلى غرب إفريقيا إلى سينيغال في غرب إفريقيا وكانت هذه تجربة جيدة بالنسبة لي حيث أردت دائماً الذهاب إلى إفريقيا وكثير من الأسئلة التي كانت تدور في ذهني حول إنسانيتي وكرامتي وشعبي قادتني إلى الذهاب إلى إفريقيا والبحث عن جدوري وعن تاريخي تاريخ الأجداد نعم أردت أن أتعلم عنه وفي ذلك الوقت لم أكن مسلماً كنت أعرف عن الإسلام لكن لم أنضم إلى زمرة المسلمين أو أنطق الشهادة وكان لدي بعض المشاكل التي اعتقدت أن للمسلمين علاقة بها وكنت أربط أيضاً بين سلوك بعض المسلمين وبين الإسلام خاصة تجارة العبيد في الصحاري الكثير من العرب المسلمين كانوا متورطين في تجارة الرق في إفريقيا ولا أعلم من وراء هذه التجارة بالتحديد لكن كنت أسمع عن تجارة الرق عبر المحيط الأطلسي وعن تورط الأوروبيين في مثلث تجارة دولية للعبيد بين إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين فأردت معرفة جذوري هذا ماذا حدث؟ نعم لذا كبحث عن الحقيقة وعن المعرفة ذهبت هنا ذهبت إلى السينيغال والتي وجدت أن 95% هي نسبة المسلمين فيها سبحان الله ولماذا السينيغال بالتحديد؟ لأنه عندما انضمنت إلى المنظمة كان هناك دولتان متاحة زائر وسينيغال وقد توقت للذهاب إلى زائر لأنني علمت أن معظم الإفريقيين من الولايات المتحدة يقصدون شاطئ الإفريقية الغربية مثل ما يسمى بساحل الرق وساحل الذهب وقد أردت ذهاب إلى تلك المنطقة ولهذا اخترت السينيغال وعندما وصلت وجدت أن 95% من سكانها من المسلمين وأردت أن أتعرف على الدين التقليدي للإفريقيين والإله التقليدي لهم قبل أن يدخلوا الإسلام والنصرارية من هو إلههم وما هو دينهم الأصلي وما هي ثقافتهم الأصلي وهذا ما اعتقدت أني أريد معرفته في ذلك الوقت ثم زرت القرى للتحقق من هذا والوصول إلى المعرفة ذهبت إلى قرية وكان سكانها يمارسون الدين الإفريقي التقليدي وهو الدين الروحي وهو دين مذهبه روحي يؤمنون بأرواح مختلفة مثل الغابة المقدسة وأرواح النهر إذن هو دين وثني نعم هذا ما يعتقدونه الناس في ذلك الوقت لم أكن أعتبره وثنيا فقد اعتبرته دين الأجداد دين السلف تماما دين آباء الأولين لم أنظر إليه على أنه وثني لكن عندما ذهبت إلى القرية ورأيت أن هؤلاء الناس في وضع مختلف كليا عن المسلمين الإفريقيين ونظرت إلى الاختلاف بينهم وبين المسلمين والمسيحيين حيث كان المسلمون بالمقارنة هم الأنقى والأطهر يحافظون على كرامتهم ويعتنون بعائلاتهم وجذبني كل ما يتعلق بهم بالمقارنة مع أتباعي الدين الروحية الذي فعليا في تلك الفترة لم أعره انتباها لم أكترث له إلى ما تعزي ذلك الاختلاف هل هو سبب لما تعرض له من الاضطهاد أو بسبب بعدهم عن مصادر الإسلام ألم تفكر بأي تبرير لهذا؟ نعم فكرت في هذا وبحثت في الزاوية التاريخية ووجدت أن بعضهم لم يقم بإنصاف المسلمين إذن كان المسلمون مظلومين لا لم يكن المسلمون يضطهدون الإفريقيين لكن كان هناك قتال في منطقتهم عبر التاريخ عندما أصبح المسلمون ذو شوكة كبيرة وقاموا بالجهاد خاصة في منطقة تسمى زنغامبيا والمناطق المحيطة مثل فوتاجلون وفوتاتورو وهي من المناطق التي جاهد فيها المسلمون ضد أعدائهم والتي تأتي ضمن حركات الإصلاح الإسلامية في غرب إفريقيا كنت أنظر إلى صيغة العملية وهو أن أستطيع أو أن أكون قادرا على ممارسة هذه الحياة المليئة بالصراعات لأنهم عاشوا مع صراعا مع الأعداء صراعا مع الأوروبيين لم يكنوا يتمتعون بنفس الممارسات الصحية وممارسات النظافة مثل التي يتمتع بها المسلمون ولأني من الغرب وأبحث عن الهيجين المناسب كانت تلك عوامل صغيرة أدت بي بالإجمال إلى إعادة النظر بمعتقداتهم الدينية وممارساتهم ولم تعني لي شيئا لم أجدها لم أجد أدل إلى الحقيقية لخالقي لأني أملت أن هناك إله واحدا بالفعل قبل أن أدخل إلى الإسلام فهم وكنت غير متحقق من ديانتهم أعتقد أن ديانتهم لم تتصل بشكل مباشر بهذه الحقيقة حيث كانوا يعتمدون على الوسيط الروحية وهذه الأشياء التي يؤمنون بها في الغرب الأشباح والأرواح والأسماء التي يطلقوها وهذا شيء معروف جدا في الغرب وأيضا معروف بصورة أخرى في الإسلام وهو ما نسميه نحن بالجن في الإسلام إذن أنت رأيت أمامك مشاهد قوة خارقة نعم شاهدت بعضها عندما كنت هناك ألم تقتنع بها؟ حسنا كنت مقتنع لأحمي نفسي في الواقع لقد أصبت بالدعر من تلك الأشياء وبإمكاني أن أخبرك عن قصص تتعلق بهذه التجربة لقد كنت على معرفة كافية لأدرك الفرق بين الديانات وهذا ما كنت أبحث عنه كنت أبحث عن الخالق الوحيد الذي خلقني وخلق العالم ليس مخلوقات مثل الجن ربما أعرف أن هذا ليس إله ليس الله لذا لم يتوجب علي دخول الإسلام حتى أعرف الاختلافات بين الديانات كنت أقول لنفسي أنني لن أعبد أو أنحني لأحد إلا للواحد فهم وكيف كانت لديك الفرصة للتفاعل مع جميع المسلمين عشت في قرية مسلمة كل قاطنها مسلمين إذن انتقلت من تلك القرية لقد زرتها فقط زرتها؟ نعم مجرد زيارة لم أمكت هناك طويلة ذهبت في زيارة لأنها لم تكن نظيفة بما يكفي حتى تعيش هناك لأن المنظر بأكمله لم يكن نظيفاً ولم أستطع التفاهم مع الناس وعندما تحدثت وناقشت وقرأت عن نظامهم الإيماني لم يؤثر علي إيجابياً سبحان الله لكن في القرية المسلمة سألني إمام القرية عن ديني وإن كنت مسيحياً فأجبته كنت في السابق ولم أعد أطبق تعاليم المسيحية وسألني إن كنت أؤمن بعيسى كإله أو أعبد عيسى وأنا في الواقع لم أؤمن بهذا أبداً لم تؤمن بهذا أبداً؟ لا لم أفعل لم أؤمن بأن عيسى إله حتى عندما كنت مسيحية شيء ما بداخلي منعني مجرد شعور لا يرتكز على المعرفة إنه معتمد على الإدراك أيضاً لم أفهم أبداً عقيدة التثليت الأب والابن والروح القدس لأنني دائماً أقول لنفسي إن كان عيسى إله وإن كان سيقوم بدور الإله وإن كان سيتحكم بالأمر لماذا هو لا يعرف حقيقة نفسه ولماذا هو ليس بشر مثلنا ولماذا يجب عليه أن يضحي بنفسه في الواقع لم يبدو الأمر منطقياً لم أتقبل ذلك فهمت إذن كانت تساورك شكوك الشكوك نعم ماذا عن نقاش مع المسلمين في تلك القرية المسلمة؟ حسناً نقاشنا ذلك لقد كنت أناقش هذه التفاصيل مع والدي في المسيحية عندما كنت مسيحياً حسناً نقاش حول عيسى عقيدة التثليت لكن نقاش مع الإمام نعم كان يدور حول نفس الموضوع ووجدت أن هذا الإمام في تلك القرية أكثر طلعاً مني فهو يعرف ما يتحدث عنه ويعرف عن عيسى وأخبرني عن آياتي القرآن فهمت ولاحظت أن عيسى أيضاً مذكور في القرآن دهشت من كون ذلك رجل يعرف عن عيسى من القرآن وعن أمه وعن المسيحية أيضاً سبحان الله كنت محظوظاً بمقابلة رجل على طلاع ومعرفة ليطلعك على الحقام نعم لقد تأثرت بذلك سبحان الله وهذا لعيب دوراً كبيراً في قراري لنطق الشهادة هناك نطقت الشهادة وأصبحت مسلماً في تلك القرية أعتقد أن هذا خبر جيد لنهاية حلقتنا هذه أعزاء المشاهدين ومع الأخ سيدي مختار وقراره بالتحول نحو الإسلام بعد معاشرته لأنواع متعددة من القبائل الأفريقية التي بحث فيها عن تاريخ أجداده ننهي هذه الحلقة نراكم في حلقات قادمة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اهدي الناس جميعاً للنور الرباني